أعتقد أن هذه خيانة خطيرة للغاية بنسبة لمعظم الألمان أعتقد أن أهم الشيء بنسبة للدمارك والولايات المتحدة الآن هو شرح ما حدث بصدق ووضوح وشفافية وتكديم تعهد لنا لأننا أحم حليف لها بعدم تكرر هذا النوع من الحوادث في المستقبل قال كوليتسين حدث التصنط المكشوف عن هذا يعد فضحة كبيرة مشيرا إلى أن هذا سيقوض بشدة من الثقة المتبادلة نظرا لأن الدانيماركو الولايات المتحدة من أهم الحلفاء لألمانيا ومن المفترض أن يزور الرئيس الأمريكي بايدن أوروبا منتصف الشهر الجاري لتخفيف التوتر عبر المحيط الأطلسي وقد أشار تحليل إلى أن الكشف عن فضيحة التصنط سيجلب ضغوطا إضافية على بايدن أتمنى أن تؤكد حكومتنا للولايات المتحدة خلال زيارة بايدن المرتكبة إلى ألمانيا على الإجراءات التي يمكنها أن تتخذها للإشراف على عملهم لاستغباراتي بشكل أفضل يجب أن لا يحدث هذا النوع من الأمور في المستقبل أبدا ترجمة نانسي قنقر